أعرب وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عن أمله في أن تشهد الجولة القادمة من المفاوضات بشأن غزة رغبة سياسية إسرائيلية صادقة لوقف الحرب على القطاع وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة العالمين الجديدة اعتبر عبد العاطي أن ذلك هو السبيل الوحيد ليس فقط لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة ولكن أيضا للحيل التي دون خروج الوضع الأقليمي عن السيطرة وارتفاع حدة التصعيد بشكل يهدد استقرار الأقليم بأكمله وسلامة شعوبه في المنطقة ومن جانبه أعرب بلينكن عن اتفاق بلاده مع رؤية مصر الساعية لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتقديره لجهود الوساطة والمساعي التي تبدلها مصر في هذا الشأن